ايها الاخوة والاخوات السلام عليكم تحية من جديد بغيت نمدر في هذا الموضوع بغيت نوجه الخطاب ديالي الوحد المجموعة اللي هما مغاربة حتى هما مغاربة يعني مغاربة بدامهم وبلحمهم يعني بحان نبحانهم حتى احنا مغاربة وهما مغاربة غير الفرق اللي عند هاد المغاربة هادو وهما كيختلفوا معنا يعني كيختلفوا معنا واحد القادية شنو هي وهي الملكية ان الملكية بريئة من ذلك اللي يطرح في المغرب بالعكس الناس المعارضين الناس اللي ضد النظام تنقروا ره العكس ره النظام والملكية هي اساس المشاكل اللي كانت في المغرب هي اساس الفقر دي للمغاربة هي اساس الامراض اللي كتسب للمغاربة هي اساس الجهل والامية يعني جميع المصائب اللي كتحصل في المغرب سببها الملكية كان واحد مجموعة من المغاربة اللي ضد هالفكرة طيبا لي ومن العكس ما عرفش انا يعني وش عن جهل ولا مخلصين ولا كي يستافدوا من هاد الملاكية يعني ما يمكنش واحد الانسان مثل اللي غد تريب عليه براك على راسه وغاد ينود غيد يدافع الملاكية ومتنظنش وعلى هاد القضية هذي بغيت نهضر مش نشرح ولكن غير غير نبيل الناس واحد القضية هذي أوقتاز هات الكلام هذا الاخي العزيز سميتو هادك اه اخي العزيز دريدبي اه اخي عزيز دريدبي علم العالم المال المال مال الامير او Kampfشرته هو الاي او كاني قل لي ما انا كن ناكل خبز كارم وايك شي و نوجه هذا الخطاب نيبة اللي يضحك عليه اسميته ذاك خينة اللي يصوره يضحك عليه تهورها من العياشة الكبار و نوجه الخطاب الاخوة الشباب الملاكي متو ما كلكم اخوتي لا تدريد بي ولا نيبة ولا للشباب متو ما اخوتي ما يمكنش غنقطع معكم هاد الاخوة هالي يعني بحي اللحنة و تصور واحد العائلة اللي يكونوا فيها مثلا عندك خوك و عندك خوك عندك خوك ملاكية و عندك خوك معارض وش غادي تكره خوتك غادي تتفق معهم ف الرأي يعني رك تقدر تتفق معهم تقدر ما تتفق منهم يعني ممكنش غادي تقلب لهم على شي حاجة غادي تقلب لهم على انك تضرهم غادي تكره خوك و لا تقره خوك لانها مثلا ضد الملاكية ولا اخوك مثلا انه ملاكي ما يمكنش غادي تكرههم لانها بخوتك يعني كتتعايش معهم و يعني كتتفهم معهم كتتحاولوا مثلا تلاقع روحة القضية وهي اننا نحنا كلنا مغاربة ولكن الكلام ديالي موجه هاد الناس اللي كي يدافعوا على الملاكية و كيدافعوا على شخص المالك خاصة اه غادي نقول لكم الاخو والاخوات يعني نيبا اللي ما كانت من الشي واحد يشوف هذا الفيديو و يشرح النيبا لهذا درالي غادي نقول كان عرف انه نيبا واحد انسان اللي كي يضحك عليه يعني بدير انه قرد يعني كيضحكو عليه و كيربح على ظهره الفلوس يعني هذا كظاهر كيربح على نيبا الفلوس يعني هاد القادية بينه لانك نشوفه جميع الفيديوات دياله ما هي الا يعني كيتعدى على الحرمة دياله و كيتعدى على ال يعني انسان مريض لو كان مثلا هادك تسيد في امريكان كانت كل قناة تتسد و كان هادك اللي كيصور غادي يمشي يتحاكم لانه يعني دخل فيها العنصر اياه دخل فيها انك كتستهزأ من انسان و كتسبوه و كينحتى العنف لان بعض المرات كنشوفه نيبا كيضرب شي واحد كيضربوا العنف وهذاك رام منوع في فيديوهات ارى منوع في فيديو انك تضرب شي واحد و رأى لمشتي مثلا شفتي القانون ديال اليوتيوب ارى منوع استعمال العنف يعني رأى اياه مثلا ناضس واحد من جموعه ديالناس و هادروع على ذيك القانات ارى غادي تصدق القانات انا غيره اغرى و لكن انا ما تهم ليش هادشي كله انا اللي تهم لي ارجع الواحد القادية اقبل ما تكون مثلا الدوال و قبل ما تكون مثلا المجتمعات و قبل ما تكون هاد ديمقراطية يعني من اللي ما كانت لا دولة ولا والو يعني رجعوا للتاريخ القادم من اللي كانت الناس كتعيش غير عشائر فهمتي كتلقى مثلا واحد خمسين واحد ستين واحد عشرة العائلات ولا عشرين عائلة كتلقى هوم عايشين في واحد بلاسة وعايشين وفهمتي وكيتقاتلوا مع الزمانتهم او عايشين غير صيادة وفهمتي وبالحطاب وكدا هادش مش كان عايش الانسانية في القادم ولكن ما اللي كان مشون ديك العاشرة كنلقوا فيها الاقوية وكنلقوا فيها الضعافة يعني ما يمكنش مثل العاشرة كول رفعا الاقوية ولا ما مش العاشرة كول رفعا الضعافة دائما كان مشون مثل العاشرة ولا القابلة كيكونوا فيها الناس الاقوية وكيكونوا فيها الضعافة يعني كيفما كان عارفوا ان الطبيعة البشرية كتخلي يعني الانسان دائما الى كان قاوي تيبغي يضغط يعني اي انسان إلا كانت عنده القوة الجسدية ولا القوة مالية ولا القوة العسكرية يعني بأي قوة إنسان هذه غريزة في الإنسان أن الإنسان يبغي يطغى في داخل المجتمعات هذه اللي يكون فيهم مثلا الإنسان الضعيف والإنسان القاوي والإنسان الغاني والإنسان الفاقع كيف يعيشوا هاد الناس في ذلك الجماعة أو في ذلك القبيلة أو في ذلك البلازة أشنو كيف يديرو كيمشيو كيتتافقو على واحد الإنسان ولا دائما نشوفو مثلا كنلقاو مثلا الزعيم ديال هديك القبيلة كيكون مثلا شجاع كيكون شجاكة تكون عنده مثلا قيوة جسدية كبيرة كيكون محارب وتيكون إنسان يعني كيكون إنسان عادل هاد الإنسان هذا هو اللي كيحمي الضعافة من بطش الأقوية وكيحمي الفقارة من بطش الأغنية هادي الطبيعة البشرية الطبيعة البشرية يعني في جميع المجتمعات في العالم كنلقوا الأغنية كنلقوا الفقارة كنلقوا الضعافة وكنلقوا الأقوية أشن كيخلي متلا شكو كيخلي كيحمي الضعافة من الأقوية وشن هو اللي كان هدروع الهدابة وهو القانون العدالة العدالة شكو كيخلي كيحمي الفقارة من بطش الأغنية العدالة القانون من قبل مكانش القانون كييجي وحدك الناس بكليكهم هذاك الإنسان لي كيكون صحيح وقوي هو مثلا اللي كيحمي الفقارة دائماً كي يحمل فقراء وكي يحمل ضعفاء لأن مثل الأغنية والأقوية لا يحتاجون لحماية في جميع المجتمعات وحتى في عصرنا هذا وفي يومنا هذا يعني ما غاديش نطول لكم في الفيديو غادينا نحاول يعني نحاول يعني نلخص ما أمكن دابنا نحن في المغرب عدنا ناس فقراء وعدنا ناس ضعفاء وعدنا ناس أغنية وعدنا ناس أقوية كي نهاتش نتفقن عليه ولكن في المغرب أيها الإخوة أخوية الدريدبي أخوية نيبا والشباب الملكي واش كتشوفوا النس الفقراء والضعافة كي يحمي مشي واحد في المغرب هذا سؤال أنا غير كنت أطرح لكم سؤال النس الضعافة والنس الفقراء كنتشوفوا النس الفقراء والأجور ديالهم هزيلة علش هزيلة علش فقراء دائماً كي يلقوا فقراء لأن ما كيلقاوش مثلاً اللي كي يحمل حقوق ديالهم والضعافة علش دائماً الضعافة أم حقورين ما كيلقاوش اللي كي يحميهم لأنهم ضعافة هاتش كان في المغرب ذلك ملي идو لفقراء وفي أغنية و لكن ما كان وحد سيد لأنها ش نيي الحكومة وإشنا هو المالك وإشنا هو القانون وهو إنك أشنا هو الدور ديال المالك في المغرب وهو لأن المالك كيف تلقانون مثل العدل مثل المساواة كيف تلكل شيء من واجبات المالك الواجب الاول من المالك وهو حماية الفقراء من الاغنياء وحماية الضعفة من الاغنياء ولكن في المغرب عندنا العكس عندنا المالك تيحمي الاغنياء وتيحمي الاغنياء ويدمر الفقراء يدمر لهم البرارك على رؤوسهم نزيلكم واحد القادية كيفما نعرف نعود الزلس عليكم الدولة تكون من الاغنياء ومن الضعفة كنشوفهم الأقوية عندهم المدارس الخاصة عندهم الشركات عندهم الناس يخدمون عليهم ولكن الضعفة كتشوفهم كيموتوا في الزناقي كتشوفهم عايشين في الزناقي كتشوفهم عايشين في الخلاء كتشوفهم عايشين بحل الحيوانات يعني ما كيش اللي كي يديها فيهم دونك فينا هو الدور ديال داك الانسان لمن المفروض خصوه يحمي الضعافة من يحمي الضعافة من بطش الأقوية ما كينش واللي هو المالك القادية الأخرة الدور ديال المالك هو حماية الفقارة من الأغنياء من بطش الأغنياء بالعكس المغريب المالك تيحمي الأغنياء و تيضحك على الفقارة دالي لشنا هو ديالي أن الفقارة لا مدارس لهم كالقوا الأغنياء كيمشوا كي يقرروا لهم في الخارج الفقارة لا مستشفيات لهم كالقوا الأغنياء كيمشوا كي يدووا في الخارج الفقارة لا بيوت لهم لا منازل لهم و كالقوا الأغنياء كيعيشوا في الفيلات و كيعيشوا في القصور دونك فينا هو الدور ديال هاداك الانسان اللي خصوه يقوم يقوم بالعدل وسط المجتمع اللي هو المالك اللي المالك ما قايمش بالدور دينه لان الدور دين المالك الدور الوحيد وهو نشر العدالة في المجتمع يعني يكون يكون يطبق العدل يكون يكون انسان عادل يعني علش مثلا الضرائب تخلقات علش الضرائب لان من قبل في الازمرة القديمة الضرائب كانت تفردوا على الاغنية علش كتفرد الضرائب على الاغنية باش الناس الفقارة يمكن لهم يعيشوا ولكن في عصرينا الحاضر لان الاغنية هما اللي يعني القوة في زمامهم وهما اللي كيتحكم في كل شي فرضوا الضرائب حتى على الفقارة والضرائب اللي كيتفعها الفقارة كي يستفدوا من الاغنية اكثر ما كي يستفدوا منها الفقارة وهات شي كنشوفه في المغرب انها الضرائب كتمشي للشركات كنتمشي يعني باش كندعموا الشركات باش كن الى خسرت شي شركة كنعطوا على الفلوس ولكن الناس اللي كي خلصوا الضرائب ما كي ياخدوا والو من ذيك الضرائب بالعكسرها نورمال ما والفقارة في المغرب مخصومش يخلصوا الضرائب لان اولى الاجور هازيلة جدا لان ظروفهم صعبة جدا والمالك اللي هو المالك اللي هو خصوه يكون العادل خصوه يكون الحاكم هو اللي كي يسيطر على جميع خيالات المغرب لان اخوتي دابا اخويا دريدبي اخويا نيبا اخوتي الشباب الملكي غير اجوا وقلوا يا انا كن كذب واش عمركم سمعتوا الفقارة في المغرب اخدوا حقهم من عن شي واحد وفاتلكم سمعتوا الضعافة كي ياخدوا حقهم من شي واحد في المغرب واللي احنا في المغرب عندنا قوضات وعندنا محاكيم وعندنا رجال امن وعندنا كوميسيريات وعندنا نبوس ولكن ليس في خدمة الفقارة وليس في خدمة الضعافة ولكن في خدمة الاقوية وفي خدمة الاغنياء يعني المغرب اي شنو هو؟ المغرب اللي هو ولا وحد دولة اللي كتعيش مثلا وحد العصر اليد قبل التاريخ اللي وحد العصر اللي مازال مظهرتش في العدالة وحد العصر اللي مازال كتسيطر في القوة القوة الاقتصادية والقوة الجسادية هي اللي بقى في المغرب لان ده بكين نشوفوا ليمشين نشوفوا القادع القادع كي يخدم الطبقة البرجوازية كي يخدم طبقة الاقوية ولكن يغرق الفقراء ويسجنهم ويجلسهم على القراعي خوتي الشباب المالكي خويا نيبا خويا دريدبي واش هي تلهدرا اللي كان قول واش بالصح واللكدو انتو مالي كتخرجووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو يعني الباطل هو اللي يغلب كل شي هو اللي يسيطر على الأغنياء و الفقاراء ويحكم على الأغنياء ويحكم على الفقاراء ولكن في المغريب لدينا العكس المالك هو من الطبقة الغنية و من الطبقة القوية وتيخدم الأقوية وتيخدم أغنياء ويسخر الفقراء والضعافة لخدمة مصالحه ولخدمة الطبقة الغنية ولخدمة الطبقة القوية يعني في دل هاد الظروف هادا اللي خويا نيبا غادوا نقول واحد هادراع يعني خسك تبدلتك الافكار ديالك اشتير سينيبا السينوردين اسمعني السينوردين نيبا اشتنت لو كنت متلا في امريكان في ظروفك انك مريض بالسكر وانك يعني في ذلك الوضعيين اللي كتعيش الدولة كانت غادية ومثل ما عندكش سكناء ما تقولش المالك عطاني سكناء المالك اللي لم يعطيه والو ما المالك ما عمره ما يعطيش حاجه هاداكش اللي كتتخطره رزقكم ورزق جدادكم ورزق جداد جدادكم لان قبل ما تجينت السينوردين ارى كان بباكو كان بباكو كانوا يخلصوا الضرائب والعائلة العلاوية كانت في شيء كتبن عنهم الضرائب كانتش تبن عنهم الضرائب بالقوة اللي سوف يخلص الضرائب او اللي ما قادرش يخلص الضرائب كتدي له ولده ولا بنته إلا كانت بنت كيمشو كيددوها للقصر كتخدم كجارية وإلا كان ولد كيمشو كيددوها للعسكر ديال القصر دونك ما تقولش انترى المالك عطاني دار ولا المالك عطاني المالك ما عمره ما يعطي المالك تياخذ كتر من دكش اللي كيعطي للمغاربة انا نقولك السينيبا السينوردينش ده بنتا كنت في مريكان كره في ممك صوبات ولكميريكان فابور لأنك إنسان أولا مريض لأنك فيك مرض مزمن وهو مرض سكر وما قادرش تخدم لأن الوزن ديالك يعني كبير دولة أمريكا كانت ما غاديش متلان تعطيك غير دار كانت أمريكا غاديتش غاديت عطي الممك دار بوحدها وغاديت عطيك انتها دار انت وليداتك ومثلا عندك ثلاثة الوليدات امريكان غايعطوك دار فيها ثلاثة البيوت وغادي يبقوا يخلصوك شهريا وخما خدمت لأنك ما تقدرش تخدم لأنك إنسان لا تقدره عين عمل ومن الطبيب مثلا يتبت أنك ما تقدرش على تخدم وأنك إنسان مارض غايبقوا يخلصوك شهريا ويعطوك واحد الكارطة غاتمشي تتقدى بها الماكلة وتعيش بها ولادك ولادك حتى ما غايت قوي يقرروا فابور وكل شيء من الضرائب لأن مثلا في امريكان عندهم العدالة في الضرائب الضرائب دي الأغنية يخدموا بها الفقراء رغم أن يرى ماشي أنا كنقول مثلا امريكان رهية الديمقراطية والرب دي الديمقراطية حتى امريكان فيها القوالب ولكن امريكان فيها القانون فيها العدالة هي اللي تحمي الفقراء الضعافة من الأغنية وكتحمي الضعافة من الأقوية هاتش اللي بغيت نقول لكم أخوتي الشباب المالكي الناس ما كيسبوش المالك الناس كينتاقدوا المالك وخصكم تعرفوا أيها الإخوة الشباب المالكي أن أي شخص يتخلص من درائب الشعب ستكون معرض للانتقال لأن المالك المالك متوزة لأن المالك المغاربة وقلوا لي أنتم الشباب المالكي وما المالك أنتم تخلصوا منين يأتي الصالر المالك ستقولون لي أيها الشباب المالكي غير الفلوس مثلا ذاك الفيرمو اللي كتدوز المالك كل شرف الحساب منين تأتي غير قلوا لي منين تأتي ماذا تعطوه لي انتم ماذا يعطوه لي الوزراء وماذا يعطوه لي البرلمانيين إلا تشد من الضرائب من الخازينة العامة تدوز له الحساب والمشكلة والمصيبة غير هو في دول المتقدمة يكون الرئيس والذي يتخلص من الضرائب الشعب ماشي بنته ماشي ولده ماشي أخوته وماشي أخواته وماشي تركته كلها ماشي السلالة العلاوي يقول لك تخلص من الضرائب الشعب شفتوا الخلال في الكين هذا ما يخصكم تقولون تخدروا الشعب الناس لا يسبون المالك ولكن المالك عيش عالة على المغاربة ماشي المغاربة معايشي المالك فوق السلك ماشي ذاك الانسان اللي عايش بالزبل ذاك الانسان اللي يطلب ذاك الانسان اللي يمشي يسرق مياه هداك هرا حسن من المالك هداك يمشي كي بدل جهد شنك انسان اللي يمشي مثلا كي سعق كي بدل جهد وكي يمشي عالة الناس يسعاهم وكي يقلبه وجهه لكي يسعق وهذاك انسان اللي يمشي وكي عايش من الزبل هذاك عايش برزقوق المالك ما كي يعرق عليها مواه المالك المغاربة موالك هذا الشباب الملاكي واخو يا دريدمي واخو يا نيفا واذا هي المشكلة؟ غير مالك راح الاعمال هي المالك تصرفات اللى داره المالك فهنا هي المداخل ديل الفوصفات ديل الخمسين سنه اللى فاتت في ناية المداخل ديال الدهب اللي هاد هادره ديال ناس اختصاصيين بريطانيين قل كودي الماليك راتي هرب دهب الامارات وكي يغسلوه في الامارات يعني تيعطيهم دهبو كيش دو دولار والماليك راه هو اللي كي هرب فلوس الباناما حصل ما هرب فلوس الايتس بيش اه ايتس ايش مهم ذاك البانك اللي في اوروبا يعني ايفين ما كتجي مثلا شي موصيبة اللي في الاوباق هو المسؤول عندوا قصر في كل مدينة وغادي يريبل برارك على ناس اللي تولدوا فدك الكاريان ناس تولدوا فدك الكاريان ناس الجدود هم تولدوا فدك الكاريان ولكن هذك الكاريان كانوا يهدمون فخمسين عام هذي ولكن قالوا لا لا ما نهدموه جدا لان هذيك البقعة دخلو كل الناس مساكنين و ندورو بيوم السباق حتي يجي واحد نهار لديك الاراضي غادي يتولي كتسوى الملاير وهذا الشي اللي دارو هادك الارض بكتسوى الملاير دك الشي علش بانتليهم فيها و مشو اريبو عليهم البرارك و مشو عطوهم اراضي في المغرب الغير النافع عندما يقرر الولدات التي كانت أنزلت بها في الكاريان كيف سيقوم بأنشاء الناس بساكن بشركات ويقوم بشركات كيف سيقوم بشركات لا تفكرت لي في المالك ومشي الدين المغاربة ومشي الدين المغاربة ومشي الدين المغاربة أيها الأخوة إذا لمشيت لو كانت أحد أخر مشي المالك لان المهمة هي العدالة في المجتمع هي نشر العدالة بين المواطنين وش كين الشي عدالة بين المواطنين ايوها الاخوة والاخوات وش قادر يقولي المالك مقادرش وش قادر يسرق المداخل للفصفات وقادر يمشي سافر للدول الافريقية باش يشتري من عندهم تذهب و باش يتمزدش و باش يدفل مغاربة أنت sen36 كاها ايك سجد سريق المداخل اللاه الادية التي تطلبك لا يشرق المداخل في وضعتهم التي تصرق المداخل العام أو دورها انه أكبر طبيعان مظ need to access those who work for the agency لسي لا تدمح بوضع غير خمسان عام الحبس إمكانFire or 30 عام من الحبس الذي نجده و نحوله من المقاطعة و نجدون مقاطعة و نجدون مقاطعة و نجدون مقاطعة و نجدون الورزازات هذا هو الأدية المحاسبة على ما نقضحكم إلا كنتم مخلصين الله يعاونكم ولكن كنتم تخرجوا نحواج الكثير منكم الذين مغاربة يعيشوا الويلات بسبب الملكية و بسبب المالك و أنتم لم تخرجوا و تقولوا لا المقدس ما رأينا مكان يتحكم عليكم بالمحامن علينا مكان يتطرف على الوظات يحكس والإعلاء يحكس المناس قدت اكثر محا لي و هستطلب من ربيعي ولهما يتعدى على القادسة المالك و ما يقولونك و ما يضحكون عليك و انهم يدعون عليك فيديو في يوتيوب سترى ملاير و ترى شخصة واحد خياتي يجبونحين يقولون ان هذا يتعدى على القادسة ماذا لا يفهمون انه هو القادسة سترى المحكمة على قرار و ترى الرمز القادسة في المغرب و لا ترى الله لأنها تتحدى و سترى عند تقولوني تعالوا بغينا نحكم عندك يسبوننا المالك سيقول لك أخي راك يتخلص من قراءه وما يخلصوا وتصور تصور أخوتي 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 شباب مالكة أتصور انت انتوما شباب مالكة تصورت عندك دارك عندك دارك بغيتي تحفر شي بغيتي تحفر شي فوسي فوس الدار لو بغيتي تبني شي حياته لو بغيتي تبدل الكوزينة وكذا كانت تجلب واحد الخدام كانت تخلصه وكتوقف عليه وكذا لم يخدمك مزيان اتخبر الله ماذا الخدمة مزيان تعاود لي هاد الشي وشكين هاد الشي ولم يكينش تدير هذه القادية والمالكة هي نفس الشي تخلصوا المغاربة باش يخدمهم باش ينصر العدالة باش ينصر الأمل باش ينصر التعليم باش ينصر الصحة باش يدير ولكر ما دارت شي حاجة من هاد الشي يتخلص وما يقدمت شي حاجة انتظر باش ينصر ليس ينصر وما يخدمي صحة وماذا يتخليه تصورت عنديك شركة واجبتي احد المسؤول لك تقدمه لك انا اتخبر المدير لك المدير سيقابل سيدي خدام ويتمانين خدام المدير المسؤولية دياله هي سير الأعمال ديال المعمال والخدامة والمبيعات والمشتريات والاتصالات وقاعدك تخربع هذا المدير هو لغيت كله غادي تدوز واحد العام ولا واحد العامين الشركة ديالك غادي تخسر واش غادي تخلي هذا خينا خدام عندك يلا وقل يقول يا أخوتي الشباب مالك واش متل هذا المدير اللي غادي جيبه الشركة والشركة غادي تخسرها هاي قاعد يضحك على راسك لغوتينيا اللي غادي نخليه وانتك تخسر عليه رزقك ورا هاك داك المغرب المغرب منديرو بحال الشركة والمغاربة هم ممالين الشركة وجابوه محمد سريس والمدير ديال الشركة اللي اسمتها المغرب والمغرب كنشوفه حكم محمد سريس المغرب غادي اللور اللور البيط عليك تزاد الأمية تزاد التعليم تيموت صحة تموت راهد الله راهزن عنهم غاربة قصوم يقولوا راهد الله يعني صعفي سالين معك ما ترقوش ايها الاخوة اخوتي شاب الملاكي اخوية دريد بي رقاعك لنا خبز كارم وكلونا ذاك الخبز بالبصلة وذاك الشي وفهمتي وبركوكش وذاك الهضرقاعك اللي عارفوها ولكن ادابة غير هضر معايا غير هضر معايا انتاك اي تساءل متعلم وعندك الدكتورة في علم اجتماع ولكد وكده وكده انتا عندك سيدي عندك عندك معمل عندك شريكة وجبتي له واحد السيد غير تخدمه قدرت له كم سؤوع للشريكة والشريكة خسرت في الأخر العام وشغلت تخلي ذاك المسؤوع عندك هادي سؤال باسيط وشغلت تخليها ذاك المسؤوع لانك انتاك تخلصه راما شي كيتخلص من السماق راما شي لخي تفهموا المغاربة واحد القادية المغاربة يقولك المالك كي يعطيكم الشي المالك راما عمروك يعطي شي حاجة ولا تقول رد دولة عطاعتنا ولا دولة عاوناتنا ولا دولة مثلا دارتنا الدعم لهذا المادة تعطي شي حاجة ولا مالك لم يعطي شي حاجة ولا هم يسرقو منكم لك SAM وعلي كيف يتحلم المالك وشي المالك يطلبونك ورزقكم درئب بديلكم هذه المساعدات ودعم لا هده استلمالك والله يصنعك الريال ما نجيبك نقسم لكم العالم العظم المالك لا يصنعك الريال ما نجيبك الشيء من الشواري الاخرى اللي ستعطي للعمال الفقراء تقوم بديلكم تقوك القفة للرمدان وحريرة أرا ما شي إليك أرا من الضرائب ديالكم ما تقوموا غافلين أيوا المغاربة، أيوا المغاربيات أخوتي إخواتاتي ما ركامل الغفلة ما ركامل الغفلة راحنا في 2000 و شنو وحنا دخل في 2020 وخاذي ودودة بغي يخرج شي وحدي غي يقولك أدي مهنة 2030 المغرب غيتبدل مهنة 2030 راح ندير وغن ديره شي وحدين غدير رد على شي وحدين بعجالة شي وحدي يقولك أشاف المغرب كي يقول لا ول فيه الوطوروت ولي فيه التيجيي في عمارات العالية وفيه��록ويلز وفيه ونس Dr. استمرت�� ما انهم المغرب كان احصل من طاليان في السيارات علش المغرب ميكونش موية التعليم و مده بل المغرب 3000g في الخدمات الإجتماعية كلمات تتجملوا بكم ايه! ولكن المشاعة المغربية ايش انه سافد من هاد الشي ارى المغاربة مشين بالزافرة غير ربعين مليون والشي نوع عنده ما صاحبه مجرد المليار وغاديك التقدم يوميا بعد ايوم وخد ديكتاتوريا وذلك شي ولكن ديكتاتوريا خادمة بلادها ارى هذا هو المشكل ديكتاتوريا وما خاد مواله ديكتاتور وما خاد مواله كي يسرق الاموال يعني كي يسرق اللي في الارض اللي في البحار اللي في السماء اي حاجة تجي قدامه ويسرقها ولكن ما يقدمواله للشعب راش يكون مثلا غير كون كانت منتال بناء واش عباد الله علاش ديك الظاهرة ببناء المساجد اكثر من اكثر من بلاء المدارس يلا غير قولي ايوها المغاربة علاش بناء المساجد كان خسر عليهم الملاير والمدارس كان عكزور بنيوهم علاش يلا وقلو لي علاشنا والسبب واش الجوا مع هدوك المساجد غي يخرج لك غي خرج لك عالم في الانترنت ولا عالم في الفيزياء ولا عالم في الدرة ولا شي حاجة ما تنظنش هديك العلاقه ديلك بينك وبين ربي خلي الانسان ما بينه وبين ربي ماشي هكذا تبليلي همساجد فقط تكذب عليه باش تدوز داك الخطاب ديلك ديال البيعاء وديال امارات المؤمنين بباركة صحب يا عبزافتش والله يتبزاب الله يعني احتالين انتوما الشباب الملاكية اللي يتقوا الله في المغاربة يعني انها عيقق يعني باللغة العصر عيقوا عيقق هناك عارفوكم انتوما انتوما كد تستفدو من ال ريع كد تستفدو من هد النظام هذا لانكم انتوما كلكم ديك اللعبة دية البك صاحبي وكلكم خدامي وكلكم وقيمه ذلك الناس الذين يعطوه جواية للمالك لكي يخدموه ولا كل شيء الذين يستفدوه من الرشوك يستفدوه من الريع فهمتي؟ كان عارفوه هذا شيء لأن مثلا سوقوط المالكية سيسقطوهكم حتى نتموه لكن حتى نتموه غادي نتخطوه لأنكم تستفدوه من الريع كتستفدوه من الفاسع هاد شيء كان عارفوه ولكن باش نتموه تحميوا راسكم واحد جامعة قليلة تحمي راسها و تضحب بالملايين دي للمغانوه شو ما صعب الله يلا عندي هلم متى ملوكيت ولا الشباب مالكي ولا انا نفضل مثلا نفضل نكون مع المغاربة و ما نفضلش أنا نمشي نكون مع الاقلية المتجبيرة الاقلية اللي كتمص الضم ديال الشعب اوكي يلا اخوة طولت عليكم وتبارك الله عليكم وإلى فيديو آخر